اهلا بكم مرة تانية والبزر اللي قلنا هنعمله او هنطور عليه بطريقة قلطف شوية. ما تنساش ان البزر ده هو اللي كنا بنكشف بيه على الاسلاك او الدوائر الالكترونية. وتقريبا عملناه ببلاش او يا دوبك بس تمن الصفارة نفسها بخمسة جنيه او بسبعة طيب هنجيب ايه بقى هنجيب آآ الصندوق الخردة بتاعتنا وهنطلع منه ماوس مش اي ماوس طلعت منه ماوس بحيس يكون في الوصلة دي او البنز ده انا محتاج البنز ده اللي هي تبقى كده علشان اقدر ان انا اوصلها دي في الوصلة بتاعة اليو س بي بحيس ان انا اقدر اعمل كده لما احتاج يكون في يو س بي واعمل كده طيب هنعملها ازاي او هنطلعها ازاي هقص بالمنشار او بالصفيحة اللي هي دي او بسكينة منشار عادي خالص بسكينة منشار اقص الحتة دي او اقطعها طيب لو ما عندكش آآ هذا الماوس او عندك بس مش بايز او كده نعمل ايه اي دايرة من لمبة موفرة مش لمبة لد لمبة موفرة اللي هي الحلازوني بتاعت الزمان دي هتلاقي فيها برضو نفس البنزة او اهو موجودة لان هي دي اللي بتاخد من هنا كده بتسحب لفتيلة بتاعة اللمبة نفسها طيب برضو بنفس السلاح الصفيحة المنشار اقص الحتة دي كده او علشان اعرف الزقها وهنا كده انا قصتها اهي البنين بتاعتهم من وراء وكده تمام التمام اقدر اشيلها واقدر احطها تمام دي اول حاجة تاني حاجة هجيب عندي قديم ومكسر اهو مش فارق خالص ليه علشان هاخد منه بيت البطارية بيت البطارية بتاعت الريموت علشان تشتغل بالبطاريات تمام طيب هنا يجي السؤال بقى لو انت ما عندكش برضو ينفع حاجة تانية اه ينفع ان انا نفس الماوس القديم برضو الماوس ده هخلي بالك ان هو الوايرلس فهتلاقي فيه طبعا بيت البطاريات فنقدر ناخد منه بيت البطاريات طب هاخد البيت ده ازاي علشان اه لما جيت انا ادور على البيت ده لقيت بيتبيع من خمستاشر جنيه لخمسة وتلاتين جنيه الحتة اللي ملهاش لازمة دي فقلت على ايه انا اخدها من انه هو برضو ننشر هنا وكده وهياخد البيت ده الواحده لكن انا في الرموت انا هستغل الرموت كله بان انا عامله جسم لهذا الجهاز علشان يبقى شكله نطيف طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي اول حاجة هعملها هلزق الاتنين دول بس كده في بعض السوبرجلو علشان اه يعني اعرف اشتعل عليهم تمام كده هبتدي بقى دلوقتي ان انا اشيل دي كده كده واقيس وبالصفيحة المنشار هبتدي اقص كده كده تمام طيب هنجيب الاتنين دول البنزين دول اللي هم هيتحطوا كده ونقصهم ونلزقهم هنا فروض دي تحط كده ونحط نفس الكلام كده اهو نسبت انا اهو بالشمع نجيب بقى الايه اه شغل بتاعنا ونفصل تاني عشان كده انا كنت امتيبها خفيف نفصل تاني الايه الاسلاك اهو كده وكده وما ننساش الموجب مع الموجب والسالب مع السالب بس المرة دي انا مش هلزق الاسلاك دي في بعض انا هعمل حاجة تانية انا هاخد السلكة دي هي دي اللي هتروح مع الموجب ده والسلكة بتاعت الشاحن هتروح للبنز اللي احنا اطعناها طيب كده تمام هاجي بقى الناحة التانية السالب هلضمها هي كمان هنا انا حتى الان ما عملتش اي حاجة جديدة غير اني شلت الموجب والسالب بتوع الشاحن او اليو اس بي حطتهم على بطارية كده تمام كده انت شغلتها بالبطاريات عملت الدايرة بالبطاريات خدت السالب من هنا وديته للسالب بتاع البزر وكده ولا كده الموجب في السالب بتاع الليد وبعد كده موجب الليد رايح للناحة التانية لما بتوصلهم ببعض بيشتغل وكده يبقى الدايرة دي شغالة على البطاريات انا ما عملتش اي حاجة جديدة الجديد بقى ان انا هجيب البنز ده او الجاك ده وابتدي اوصله السلكتين من الظهر من هنا من هنا هو هوصل سلكة من هنا كده تمام كده اوصلت سلكتين يعني هنخلي الابيض هو السالب كالعادة والاخضر هو الموجب ده موجب البطارية وده السالب يبقى هنوصل الموجب بالموجب والسالب بالسالب كده احنا تمام وزال فل يجي الاخر حاجة هجيب الشاحن واجيب الوصلة الجاك ده وابتدي اوصله الموجب في السالب بس حسب عدلة الجاك يعني اهو نركبهم في بعض هو بيركب كده هو كده ركب هشوف السالب اوصله مع السالب والموجب اهو اللي اخضر اهو الموجب يوصل مع الموجب كده تمام خلصت ولحمت وعملت كل حاجة فقط الاخر حاجة بقى ان انا ابتدي اجمعهم ويلزقهم كده شفتوا قوة اللحم لما وقع السلك هو اللي شده ما حصلهش اي حاجة ودي هلزقها كده اشتغل يراها البعض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بالبطاريات واقدر اشتغل مش شاحن جدا عايز تقفل بقى بالشريط الحامسود انا افضل طبعا ان احنا نقفل بالشريط الحامسود وههطاش الصورة المصغرة بتاعت الفيديو علشان يبقى شكله لطيف والدنيا تمام تمام يارب يكون الفيديو عجبكو حتى نلتقي في فيديو جليد شكرا والسلام عليكم